مصر سعيدة جداً إنه يكون طرفي نهائي أفريقيا فيها أهل الزمالك كابتن حلمي طولان الرجل الزمالكاو المحترم عبر عن سعادته أيضاً بطرفي نهائي أفريقيا نسمعه الأهل الزمالك الماتش اللي جاي مصر كلها مستنيا وأفريقا والوطن العربي والعالم كله مبارا صعبة طبعاً شرف كبير جداً لنا وللقرى المصرية إنه النهائي يبقى مصري بحت وده اللي أنا كنت بتمنىه مين ياخد مش مشكلة ولو إنه اتمنى الزمالك طبعاً ليه بالرغم من احترامي وحب الشديد للنادي الأهلي أتمنى إنه إحنا نقدم صورة مشرفة للكرة المصرية لأن الناديين دول أكبر ناديين أحسن ناديين عندهم عناصر رائعة ومميزة جداً ولعيب على أعلى مستوى ممكن فإحنا عايزين القدرات دي تظهر لنا النهائي ده بشكل محترم بشكل يليق بأنه نهائي القرن عايزين نظهر للعالم كله حتفرج ناس كتيرة جداً حتتفرج فضروري يبقى فيه الجانب السلوكي والأخلاقي والرياضي داخل الماتش وأثناء الماتش وبعد الماتش وقبل الماتش على أعلى مستوى ده مهم جداً بجانب الجانب الفني طبعاً ضروري نقدم صورة محترمة عن الكرة المصرية عن الناديين دول عن الكرة بصفة عامة في مصر ده اللي أنا بتمنىه وأتمنى كمان من الإعلام عدم الشحن أكتر من اللازم لأن الشحن ده بيخلق مشاكل كبيرة جداً في الماتش طبعاً بيوصل للعيبة فأنا أتمنى من الإعلام التهدئة والكلام دايماً عن الروح الرياضية عن السلوك الرياضي عن السلوك المحترم عن أكبر ناديين في مصر وفي أفريقيا ضروري يقدموا نفسهم بشكل محترم جداً المكسب مزدوج والخسر مزدوج أكيد عشان الاهل بيلعب الزمالك طبعاً ما فيش شك ناديين أي ماتش بينهم بيبقى قمة غير عادية فبالتالي النتيجة بتبقى مؤسرة جداً المكسب بيبقى ليه رونقوا ليه أفراحوا ليه هذه كابتن مباراة ممكن نستنى منها أهداف ده ما فيش شك ولا هدف لا ممكن يبقى فيها أكتر من هدف طبعاً لأن الفرقتين عندهم قدرات هجومية عالية جداً فالفرقتين تقال أوى كابتن سيف تقال تقال فنياً يعني بجد يعني لعب على أعلى مستوى في الفرقتين الحقيقة الحقيقة أنا بحقي كابتن حلمي طولان جداً بحقيه بجد لأنه صغلنا المعادلة الصعبة هو الراجل قال لك أنا بتمنى فوز الزمالك ده ناديه لكن بحب وأحترم النادي الآلي جداً وهو ده اللي المفروض يكون مش معنى أنه أنت عايز ناديك يكسب معنى أنه أنت تشتم وتغلط وتتجاوز في حق النادي الآخر ده كلام ما يقولوش أي ستين معنى جمهور الآلي لازم يفضل دايماً وأبداً في قمة ساعته وقمة فخره وقمة مسندته الفرقته وإن شاء الله تعالى الأهل يكسب بس في نفس الوقت هذه الرغبة وهذا الحلم وهذه المسندة ما تقللش من احترامك للمنافس ده النادي الآلي ودي قيم الرياضة وعلى الطرف الآخر أنه يلتزم بكده وعلى الإعلام أنه يعي دوره مش معنى أنه أنت عايز تساند نادي ترجم في النادي الثاني أو تقلل من قيمته من قيمته